أن الحب هو سلوك، سلوك التعامل، هو عشرة، هو مع الأيام ممكن اللي أنا أعجبت فيه بلت حبيته، يجي في لحظة يتغير إن كان أنا أعجبت لجسم أو شكل ممكن بيزول هذه الأشياء، بتروح هذه الأشياء المؤقتة ما يبقى، بالعكس هو الحب، هو السلوك، هو العشرة وهي هذا اللي حتيبقى، أنا بالنسبة لي هو هذا الحب بصراحة الآن أتفق وياتش أميمة بهالموضوع لأني أتوقع الحب الحقيقي هو أن تحب الشخص بحسناته وبسيئاته، ومن أول لقاء ما تقدر تعرف كل هذه السيئات الحب يحتاج إلى عشرة، إلى وقت حتى ينمو، حتى يتطور ويتبلور ويكون مثل ما هو نعرفه الحب الحقيقي هل ممكن الإعجاب من أول نظرة والإنجذاب اللي يصير عند التعارف يتحول إلى حب؟ ممكن ودائماً ممكن يصير هذا الشيء ولكن ضروري أنه نفهم ما نخلط بين المشاعر اللي تيجينا لما نلتقي بشخص بأول مرة واللي هي بالعادة برأيي تكون إعجاب، إنجذاب ممكن نحب شخص نكون سمعين عنها كلام، ممكن نحبه لموقف لشكل ولكن الحب المتعارف عليه يجي مع الوقت هذا رأيي أنا في الموضوع صراحة أنا برأيي الحب مش بيجي مع الوقت الحب هو بيجي بالأول وبعدين العشرة بتخلي أنه التفاهم إذا بديك يجي مع الوقت أكيد بس يجي من أول نظرة الحب؟ يعني أغلبيته أنا هيك برأيي طب كيف تعرفين سيئات الشخص من أول نظرة؟ ما خصب، أنت وقتها تتعرفي على الشخص أكتر وتأثيري عارفة شو هنا سيئاته ساعتها يا بتضلك معه له هالشخص يعني بتستمر وبيصير فيه زواج بعض الخطوبة يا أنه لا بيصير فيه أنه ما في هذا التفاهم طب ويراح الحب؟ لا لا، ليس هكي دعونا لا نأخذها هاي دعونا أخبركم شغلة قبل دعونا أخبركم شغلة قبل البرنس هاري خبر بإنتربيو له على البي بي سي أنه أول مرة شاف فيها ميغان اللي هي هلأ صارت زوجته عارف أنه هي الشخص اللي له وعارف أنه هي نصفه الثاني تخيله من أول مرة شافه وعفكرة في كتير دراسات بتبرهن هيدا الشي أنه أنه في كتير ناس بينغرموا من النظرة الأولى وأنا صراحة مع هيدا النظرية أميما كان عندتش تعليق تريدين تقولي أميما؟ طبعا أكيد لأنه أنت بتقولي الحب من أول نظرة ممكن يسهير بس ترا فيه كتير ناس حبت وغرمت من أول نظرة وصار فيه إنجزاب قوي لكن بعد الزواج ما كملوا سنة أو سنتين إلا وانفصل وانطلقوا وقربوا بعلاقات جدا سيئة فما بعرف كيف هذا تحليله هنا الموضوع اللي قاعدين إحنا نتكلم عليه أميما إلا أبعاد طويلة يعني وهو يبي آراء بس مهم جدا إحنا أنه خصوصا الشباب أنه يميزون ويفرقون ما بين مشاعر الانجذاب والإعجاب اللي تصير عند أول لقاء وما بين الحب من أول نظرة أحيانا الخلط أو ما بين هذا المشاعر ممكن بالمستقبل يسوي مشاكل مثل اللي أنتي أتكلمتي عليها